اشتركوا في القناة وعبر بروجرام هلستوك ولكن اليوم حابة هيكي بلش بشكل ايجابي اكتر بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نعيشها في لبنان اكيد بحب عيد كل المشاهدين بعيد مرمرون عيد اب الطائفة المرونية اكيد كل عيد مرمرون وانتو بألف خير ولبنان بخير مشاهدين اليوم موضوع كتير مهم بيهم كتير من السيدات وهو سرطان عن الرحم بيترتب سرطان عن الرحم بالمرتبة الرابعة بين السرطانات الاكثر شيوعا بين النساء عالميا حيث قدر عدد حالات الجديدة بنحو 604000 حالة بعام الـ 2020 ومن بين الوفيات المؤدرة بنحو 342000 وفاة بسبب سرطان عن الرحم بعام 2020 كما انه النساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري اكثر عرضة ست مرات للإصابة بسرطان عن الرحم مقارنة بسواهن غير المصابات بهالفيروس تنتعرف اكثر اليوم على سرطان عن الرحم اكيد بصرنا استقبل القابل القانونية جمانة طاهر الحاصلة على ماجستير في علم التوليد عضو ومسؤولة اللجنة الاجتماعية في نقابة القابلات القانونيات في لبنان استاذة جامعية في الجامعة الإسلامية وفي مدرسة الصليب الأحمر وايضا عضو في جامعية هيلينغ هوب للنساء المعرضات للإصابة بسرطان الثدي مصوار جمانة برحب فيك اكيد عبر شاشة الو تي في وعبر بروغرام هيلستوك اهلا وسهلا فيك مرسي كتير شكرا للاستضافة كمان وينعاد عليكم بعيد مرمرون شكرا لإلك يعني طبعا اليوم هيدا الموضوع حديث كل السيدات وحديث كل الناس سرطان عن الرحم يلي كتير من خاف منه قبل ما نفوت بالتفاصيل هيدا الموضوع إذا اليوم بدنا نعمل لمحة عن الأعضاء التناسلية عند السيدة شو هنالأعضاء التناسلية نحن جهاز التناسل عند المرأة بيتكون من يعني منطقتين في عنا الاكسترنال وعنا الانترنال الاكسترنال الأعضاء الخارجية يعني اللي هي مثل المهبل مثل الفلفا مثل مثل المنعانا مثل عننا كمان الكليتورس اللي هي البذر ها دي كلونا أعضاء خارجية في عنا الأعضاء الداخلي اللي هي بتتكون من الرحم من عنق الرحم من المبايد اللي هنه ثنان ومن الآنابيب اللي هنه دايما لما تتلقح البويضة لاحهم لاحقا نحن موضوعنا اليوم اللي حيكون هيكون عنق الرحيم اللي هو من الأعضاء الداخلية بيجي هسته الناس اللي عند المرأة فما بدين كتكوين السرطان عنق الرحيم هيكون بالأعضاء الداخلية عند المرأة نعم لشان هيك يمكن السيدة كمان ما بتلاحظ أنه يمكن عندها عوارض ولكن أكيد رح نحكي بسياء الحلقة عن شو بتحسها السيدة أو أي متى لازم أكيد زور الطبيب أو القابلة القانونية اليوم إذا منا نعرف سرطان عن الرحيم شو هو هل سرطان؟ نحن أول شي بنا نعرف هو عنق الرحيم بالزابط وين موقعه بالنسبة للرحيم الرحيم عبارة عن البيت عندنا الممر اللي هو عنق الرحيم وبعدين من هناك ينوصل بالمهبل فعنق الرحيم هو حد الفاصل ما بين المهبل وما بين الرحيم ليصير في عندي أنا سرطان بيصير داخل هيدا العنق في عندي إكسترنال يعني عننا فتحة خارجية لعنق الرحم وفي عننا فتحة داخلية وبالإضافة في عننا نحن كمان خلايا داخلية وخلايا خارجية فنحن السرطان هيكون عننا داخل عنق الرحم ممكن يكون بالخلايا الخارجية لأله ممكن يكون بالخلايا الداخلية حسب أي نوع من الأنواع المرأة مصابة بهيدا المرض نعم اليوم مثل ما عرفت حضرتك أكيد على سرطان عنق الرحم اليوم إذا بنا نقول فيه أنواع يمكن من سرطان عنق الرحم شو أني أبرز الأنواع الموجودة؟ صح هايدي السورة الموجودة على الشاشة كتير بتوضح النوعين اللي هني موجودين فيه عندنا نحنا النوع شائع جداً اللي هو 90% منهم بيكون بالخلايا الخارجية لعنق الرحم وإذا منلاحظ نحنا أنه عندنا نورمال يعني نورمال وإيرلي ستيج وليت ستيج بالإيرلي ستيج دايماً بيكون الخلايا الخارجية لعنق الرحم هي المتضررة لما يصير بمراحل متقدمة بيصير عنا الخلايا الغدية يعني الغدد تاعة عنق الرحم اللي هي بتفرز إفرازات بعدين المرأة ممكن تتعرض لها خلال حياتها الجنسية فهي الغدد هون بيكون هي عم تتعرض صارت للإصابة بالسرطان وبالتالي ممكن تتطور لتصير أنه تنتقل لمحلات تانية فيه شغلة بدنا نقولة ونركز عليها نحنا ليه بيصير عنا سرطان بأنق الرحم دايماً عندنا خلايا بجسمنا بكل جسمنا فيه خلايا الخلايا لما تكون طبيعية بتصير بتنقصم بتموت بيرجع بيصير فيه خلايا جديدة بحالة السرطان بيصير الخلايا بتتكاسر لو ما بتموت بتتكاسر وبتتطور لتصير ورم وهيدا المرأة الورم بعد ما يتطور ويصير بيرجع بيتطور كمان لسير شيء انتشار لهيدا الورم فبهيدا الحالة زي ما بنرجع بنكرغي عبارة عن خلايا فأدت الكنترول ما عاش فيه جهاز المنع عم بيلبي محاربتها فهون بيصير بيوصل لشيء اسمه سرطان بتتطور للمراحل هيدا كله يعني هون كمان عجومانا مثل ما عم نشوف بالصورة في عنا ستيج لهيدا المراد صحيح أو مراحل لهيدا المراد إذا ما نفسر أكتر شوي للمشاهدين عن هالصورة بالتحديد شو فينا نقول يعني هون أول صورة النورمال يلي عم نشوف الرحم وعن الرحم هو نورمال بالأرلي ستيج شو عم نشوف هون تغيرات بالأرلي ستيج اللي هي بكون بس عنك الرحم يعني المتضرر بس يعني شو اسمه الخالية الخارجية لقلو وبعده انسيوتي يعني بعضه موقعه محدد يعني محدد بأرلي قرح باللي تستاج هو عم يطلع طلع بيطلع من هونيك على المهبل بيطلع أول شيء على الجزء الأعلى من المهبل بيرجع بينزل على الجزء الأسفل من المهبل وبالتالي كمان بيرجع بيصير بيمرق يعني بيقطع من محل لمحل طول ما هيدا الخالية ما عم تو يعني أهمية احنا الموضوع اللي عم ندرسه عم نقوله هلا هي الاكتشاف المبكر نحنا ليه بهمنا نعمل هيك محادرات أو هيك مقابلات تلفزيون ولا نطلع بالإعلام كرميل نحنا نوضح للسيدة أنه كتير أهمية الاكتشاف المبكر اللي هي إذا اكتشفته بالإيرلي ستاج بالمرحلة الأولى المتقدمة يعني المرحلة الأولى ما قبل التقدم فهوني بيكون عم تحمي حالة سنوات طويلة بحياة طبيعية بحياة طبيعية أنه نحنا المدام أي علامات هلا حندرسها حنشوفها أنه العلامات اللي هي بتخليها للمدام تقول لا خليني أنا روح شوف الحكيم لأعرف أنا شو عم بيصير عنده فكتير بهمنا نركز أنه المدام أو السيدة تكتشفه بالإيرلي ستاج بالمرحلة الأولى قبل ما تتطور لمراحل تاني وشان هيك حضرتهم كمان كابلات قانونيات دايما تعملوا ندوات على هذا الموضوع وخاصة سرطان عن الرحم قديمهم السيدة تكتشف أولى العوارد اللي ممكن تحس فيها واللي ممكن تقدلها سرطان عن الرحم أكيد يعطيكم ألف عافية على كل التوعية كمان اللي بتقدموها للسيدات لأنه فعلا مثل ما قلت دايما بس يكون فيه توعية كبيرة عند السيدات هيدا الشيء أكيد بيحد أنه نوصل لمراحل متقدمة من المرض أكيد جمانة من بعد معرفنا شو هنه أنواع سرطان عن الرحم اليوم إذا بدنا نقول شو هنه المراحل يلي بيتطور فيها هالمرض قلنا في عنا أربع مراحل المرحلة الأولى اللي هي بيكون محدد بداخل عنقر رحم المرحلة الثانية اللي هي بيطلع عنقر رحم بيروح على الجزء الأعلى من المهبل المرحلة الثالثة بيصير بالجزء الأدنى من المهبل والمرحلة الرابعة هي بيكون عم ينتشر بكل المنطق المحيطة يعني بالمبولة بالمستقيم اللي هو المخرج بيصير بالمنطقة المحيطة هلأ الأهمية أنه أنا إذا اكتشفته بالمرحلة الأولى هي هون نسبة الشفاء بيصير كتير أكبر وبالتالي هذه السيدي معاش بيصير فيه عنده أشكاليات كتير كبيرة معاش بيصير فيه خطر أكبر إذا اكتشفناه بالمرحلة الثانية نسبة الشفاء بتصير أقل نسبة الأضرار هتصير أكبر وبالتالي كمان هذه السيدي أكيد أنه حتى تعيش معاناة أكتر فكل مرحلة بيكتشف فيها بكير نسبة الحياة الطبيعية هتكون أفضل بكتير أنا هنا عم نشوف كمانا بالصورة ده مهم الموضوع اللي عم بتقوليه خاصة أنه بأول المراحل كيف بيكون محدد مثل ما قلت حضرتك بمنطقة معينة هذا الشيء كتير مهم لأنه ضغري بيتم علاجه وبالتالي أكيد رح يكون عنده فرص حياة أكيد نسبة الشفاء هتكون 95% يعني إذا اكتشفته بالمرحلة الأولى فأهمية نحن هذه التوعية اللي عم نعطيها أنه نحن تقدر السيدي تكتشف حالة بالمرحلة الأولى ما قبل فيه شيء بنسميها خلايا ما قبل السرطان وهي دي أهمية بعد شوي حنشوف طرق التشخيص اللي هي حتاعتمدهم السيدي بالبيت كرمال تستفيد أنه من قدمة فيها تتول المسافة بينه وبين المرض هيدا فقامت أنت نقتل تكتشف خلايا ما قبل السرطان بكون هي عم بعد كتير المشكلة عنا زي ما شفنا الصورة رقم اتنين هي هون سرطان محدد بعضو بالخلايا الخارجية لعنق الرحم ومحدد بالزبط بالرقم بالليت ستاج صورنا عم تتطور أكتر الأشياء حتي توسع أكتر من الحلو صار عم بياخد لأنه عم بياخد حواليه كمان عم بياخد المهبل وعم بياخد الغضل تدير من ذلك الغضل حواليه لعنق الرحم وبآخر صورة أكيد هون تفشع أكتر هون عمل شيء اسمه متاستازس ونحنا بنعرف المتاستازس هو انتشار السرطان بعدين بياخد كل المحيط كل المنطقة المحيطة كل شيء في دم السرطان بيحبه كل شيء يعني مثل مش بس هياخد منطقة الأعداء التناسلية هو هياخد المبوى اللي بتريه وإذا صار انتشار هياخد المستقيم زي معنا بالإضافة ممكن ياخد الكبد بعدين ممكن ياخد الرواية العظم كل الأماكن اللي فيها دم السرطان بيحبه فعشان هيك كتير مهم نرجع نكرر أهمية الاكتشاف المبكر ما نوصل لمراحل متقدمة يعني أكيد إن شاء الله دايما هيك ربنا بيحمي كل السيدات إن شاء الله يبعد هالمرض عن كل الناس فعلا لأنه مثل ما اسمه بيدل مرض خبيس فعلا قدي بيعزب وقدي كتير مهم الوقاية والوقاية بتبلش إنه من اكتشافه كمان بالطريق مثل ما بيقوله بأول الطريق جمانة اليوم كمان سؤالي ممكن بيخطر على بال المشاهدين مين أكتر النساء المعرضات إنه يصير عندهم سرطان عن الرحم نحن نعرف إنه سرطان عن الرحم في شيء عامل أساسي هو يعني فيروس الورم الحليمي أو بالأحرى اسمه HPV هيدا بيأثر بيؤدي إلى أمراض متناقلة جنسيا وبالتالي ممكن يوصل لسرطان هلأ كتير نساء كتير ناس عندهم إياه لهيدا الفيروس خمسين بالمئة من البشر ممكن يحملون بس عشرة بالمئة منهم لهيدا الفيروس هنه بيتعرضوا للإصابة بالسرطان ليش؟ لأنه حيكون عندهم عوامل مناء عوامل مساعدة مثل مين؟ مثل النساء مثلا المعرضات لنقول بيغضوا حبوب منح حمل لمدى طويل أو أورمونز لمدى طويل بدون ما يعملوا كنترول على حالهم بدون ما يعملوا تشيك أب عند الدكتور هيدا المرأة بيكون أكيد معرضة عندها كمية أورمونز كتير كبيرة بجسمها وبالتالي هي معرضة للإصابة بالكانسر نقطة تانية النساء اللي هنه ما بيعمل فخصات أو ما بيعمل لنقول بعد شوية حنركز عليه فحص لإزازة بشكل مستمر للوقاية وللاكتشاف المبكر فبالتالي كمان هيدا المرأة بيكون معرضة أكتر من غيرها بالإضافة النساء اللي هنه مش بس النساء والرجال بهيدا الحالي اللي هنه بيعندهم أكتر من شريك شركاء جنسيين يعني عندهم عدد مثلا عنده أكتر من شخص بحياتها بيتمارس مع الجنس وبالتالي هيدا الشي بعرضة أكتر من غيرها لمخاطر الإصابة بالأحرى كمان عندنا النساء اللي هنه تباجيس مأول عندهم يعني بدخهم كتير بدخهم مدخينات فهون كمان هنه معرضات أكتر من غيرهم كمان فيه شغل كتير مهمة أنه الزواج المبكر أو العلاقات الجنسية المبكرة بعمر كتير صغير كمان هيدول النساء بيكونوا معرضات أكتر من غيرهم لأنهم عم بيعملوا يعني عم بيمرس الجنس بطريقة مبكرة جدا وبالتالي معرضات للإصابة بالأش بي في كمان بطريقة مبكرة جدا فهوذي الناس غالبا أو النساء غالبا بيكونوا أكتر من غيرهم معرضات كمان فيه شغل كتير مهمة أنه الأش بي في والأش آي في ممكن يتفقوا مع بعضهم فالمرأة اللي هي عندها أش آي في أو عندها السيدة أو الإيدز يعني هي معرضة أكتر من غيرها كمان تصاب بسرطان بسرطان عنق الرحم فيه آخر شغلة أنه العلاقات الجنسية المثلية اللي هن الأمو سكشوال فهون كمان هذي نساء معرضات كمان أكتر من غيرهم الإصابة بهذا المشكلة فيه شيء فينا نقوله أنه هو عامل مؤثر هو لما تكون عامل جينيتيك أو الوراثة فإذا لنقول المدام أمه عندها كين سرطان عنق الرحم وهيدا السرطان اللي كان عند أمه ناتج من الجينات مش من الأش بي في فهي بكون معرضة كمان تصاب بهذا الشيء لأنه هيدا الشيء بالجينات موجود فغالباً هيدا الأسباب هي بس برجع بكرر السبب الأهم هو الأش بي في هو هيدا الفيروس اللي ممكن ينتقل من الرجل للمرأة ممكن ينتقل من المرأة للرجل لأنه الأش بي في نحنا بنعرف أنه هيدا أكتر من نوع فيه عندنا مئات الأنواع يعني عندنا بالمنموم متين نوع بس عندنا أربعين نوع من النوع بينتقل عن طريق الجنس ومش بس الجنس العادي يعني مش بس الجنس المحبلي لأ ممكن الجنس الشرجي الجنس الفموي كل هيدا اللي بيقدروا ينقلوا للأش بي في من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة فبدنا نركز أنه على أهمية الاكتشاف هيدا الأشياء يعني أدي مهم جمانا كمانا توعية الشباب بهيدا الموضوع الشباب والصبايا أدي مهم كمانا توعيتهم على موضوع العلاقة الجنسية وخاصة تعرف المراهيكين أدي بيحبوا كمانا يعملوا علاقة جنسية أدي مهم أنه نواعي الشباب كمانا على هيدا الموضوع لأنه في كتير أمرات تنتقل جنسيا وهيدا شيء بشكل خطر على حياة السيدة أو الصبية أو الرجل تير مهم التوعية بهيدا الموضوع كمان أنتو كقابلات تشتغلوا دايما ندوات بالمدارس كمانا بتوعوا هالشباب لحتى ينتبهوا من العلاقات الجنسية كمانا الغير محمية لحتى ما يصير عنا انتقال فيروسات بهيدا الشكل وبالتالي بعرض السيدات أو الصبايا لسرطان عن الرحم أكيد من بعد ما شفنا هيك كل العوامل يلي ممكن تأثر على السيدة ويصير عندها سرطان عن الرحم اليوم إذا بدنا نقول جمعنا شو هنه علامات سرطان عن الرحم يعني هل بتحسش السيدة بالبيت هل بتضعف هل بينزل دم شو هنه أبرز العلامات يلي بتقولوا أنه بتشكوا أنه معقول يكون عندها سرطان عن الرحم نحنا زي ما شفنا بالصور أنه في عنا مراحل في عنا early stage إلنا وفي عنا late stage وفي عنا يعني sort يعني في عنا أربع مراحل دايما دايما قبل ما يبدأ أولا أحرب وممكن يكون موجود بس ما يكون إلو بالمراحل المبكرة ما بيكون إلو علامات يعني ما بيكون إلو علامات عشان هيك أهمية أهمية فحص الإزاز البعد شوية حنحكي عنه عشان هيك أهمية الوقاية كيف بدأ تعمل الوقاية عشان ما تتفاجأ لأنه ممكن يكون مخبة يكون في شي موجود بس مخبة فهون بهذه الحالة بهذه الحالة بما أنه ما في علامات فمن ألا بتعمل الوقاية هلأ شو العلامات إذا كانت بالإيرلي stage يعني بالمرحلة الأولى أنا أقول ممكن يصير في عندها خربطة بالمعاد يعني هي معادة لنقول لسبعة أيام بيجيها عشرة أيام أو بيجيها المعاد بنفس الوقت كتير قوي هافي بليدينغ هوني بيكون علامة ممكن يكون بعض العلاقة الجنسية يصير في عندها بليدينغ نزيف نزيف كمان هيدا علامة بدأنا أخذها بعين الأتبار ممكن يكون عندها وهيدا نقطة كتير بهم نركز عليها يكون مدام صار عمري 55 أطاع المعاد وفجأة صارت تشوف ضم بعد ما أطاع المعاد هيدا نقطة كتير كمان أساسية أنه لازم نخذها بعين الأتبار بالإضافة أنه مدام مثلا ما بيكون عندها إفرازات أو إحدى نحن بنعرفيه عندنا إفرازات مهبلية طبيعية إلى شلون ما إلى ريحة وهيدا طبيعية 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 كتير مهمة كمان مثلا مدام ما كانت تعمل تعمل علاقة جنسية بدون أوجاع فجأة صارت يصير في عندها أوجاع خلال العلاقة الجنسية هيدا كمان علامات كتير من أخذها بعين الأتبار كمان المدام اللي عندها مشاكل بالتبول خاصة إذا كان الكانسر مثلا نصار متقدم شوي ممكن كمان هيدا تكون من العلامات اللي ممكن نخذها بعين الأتبار حلق إذا طور المراد وهي برضو مش منتبهة ممكن تلاحظ عم ينزل وزنة ممكن تلاحظ عم يصير عندها وجع ضهر ممكن تلاحظ عم يصير عندها وجع بالعدم مثلا حتى بالكاحل عندها أوجاع هيدا كلها كمان من العلامات ممكن يصير فيها عندها إنحيطات ممكن يصير فيها عندها فقر دم لأنه هي عم تنزف ومش عم تنتبه شو عم يصير كل هودا علامات بس بمراحل متقدمة برجع بقول كتير مهم نكتشف الأشياء بالمراحل المبكرة كرمال ما نوصل للنهاية لها المراحل مش عايفين شو عم يصير فأي خربطة عند أي ست وهي بالأساس ما عندها شي مش غلط تعمل تشيك أب تشوف بتتواصل مع الدكتور بتواصل مع القابل القانونية بتشوف بتعمل تشخيص بتاخد تلك البقاية اللي هنحكي هلا عنهم بهيدا الحالة بيكون عم تحمي حالة لقدام المشاكل المستقبل حتى تكون عم تنقص حياتها كمان لأنه مثل ما ذكرت حضرتك كمان أنه نسبة الشفاء إذا كانت بالأولى المراحل هي 95% هيدا نسبة إذا بدك نسبة كتير عالية وبتشجع السيدات أنه دايما يتبعوا عند الحكيم أو عند القابلة القانونية اليوم كمان جمانا يمكن كتار من المشاهدات اللي عم بيشوفونا خافوا لأنه لازم نخوفهم لازم نخوفهم لحتى يعملوا وقاية أكيد ولكن اليوم في كتار من السيدات بيعانوا من التهاب عن الرحم شو الفرق بين التهاب عن الرحم وسرطان عن الرحم في شغلة أنا كمان ما قلتها وأحب أرجح أوضحها أنه من العوامل المؤثرة أحيانا عدم النظافة النظافة الشخصية عشان هيك نحن الفتاة لما تكون عندها ميعاد مثلا من إلا دايما تتنظف على حالة السيدة كمان إذا مثلا تعمل دوج فاجينال على طول يعني يكون فيه دايما نظافة لأنه النظافة الشخصية بخاصة بالجهاز التناسل هيدي بتمنع يصير فيه عندي التهابات هيدا الالتهاب اللي هو إذا ما تعالج بعدين حيتطور لشي تانا فالفرق بين الالتهاب وبين السرطان أنه بالالتهاب يكون عندنا بس علامات إفرازات ممكن نلاحظ فيه عندنا تقرحات بسيطة بعنق الرحم تقرحات بس لما يكون فيه عندي كانسر لا منلاحظ أنه الخلايا عندنا تجمع خلايا تراكم بالخلايا يعني لأنه هي عم تعمل ملكبليكيشن الخلية فمنلاحظ أنه فيه عندنا مش تقرحات عادية بكون فيه عندنا شكل يعني زي توليل موجودين على عنق الرحم وهيدولي لازم ينعملون زرع بهذا الحال الالتهاب هو شي ممكن يكون مؤقت إذا عطينا تحميل نسائية بيمشي الحال بتروح المدام بيكون جاي لعنده شوية إفرازات عنده ريحة عنده شوية وجع بالخود يمكن حك كمان حكاك كمان ويكون عنده وجع بالخود عنده هيدا الأشياء وممكن إلى لون تختلف من مثلا حسب الجرم اللي هي متعرضيت له المدام ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون فيروس يعني أي بروبليم موجود هون ممكن إذا عطينا مديكيشن يعني أو دواء معين بس إذا ما تعالجت من الأساس وكان فيه عندنا بروبليم لنقول HPV وما تعالجت من الأساس ممكن هيدا الشي يتطور لبعدين لشي تاني يصير بريكنسر وبعدين يتطور لشي كانسر فعشان هيك منقول للسيدة إذا كان عندها مثلا أي علامات مش طبيعية يعني مش دايما بيكون نحنا بنعرف أنه فيه أمرار إفرازات طبيعية نحنا بنعرف خلال الإبادة فيه إفرازات طبيعية بوقت معين بالدورة الشهرية بيكون عندنا إفرازات طبيعية كمان هذا نورمال مثل إذا لاحظنا فيه إلون ديحة في إلون عم بيعملوا لحكاكي كتير عم بيعملوا لحريق بالبول عم بيعملوا لها مشاكل أكيد هيدولي أشيء نورمال والمفروض هون تعمل تشيك أب عند الدكتور أكيد وبتأخذ اللاج المناصب عشان ما يتطور لشي تاني يعني هلأ من بعد ما كمان شفنا كل الأعراضي اللي ممكن تمرق فيها السيدة ولا حتى يتم تشخيصها بسرطان عن الرحم كيف يتم عادة تشخيص كتير مهم هيدا السؤال لأنه يعني أنا بقول نص المراد هو وقاية العلاج هو وقاية وبدواء فالعلاء الوقاية حيكون أهم من الدواء لأنك أنت حتتفادي تأخذي أدوية كتير الوقاية اللي هي بتعملها المضام كرمال تتفادي هذا الكنسر أول شي عنا شي اسمه فحص إزازة وهيدا الشي كتير مهم وفي عنا شي الفاكسين اللي بعد شوية حنحكي عنه بالنسبة لفحص الإزازة اللي هو أو يسموه فحص الزجاجة أو باب سمير أو باب تاست كل هيدوالي أوكي هو عبارة فحص حت تحت يعني سو ميكروسكوب بيتاخذ خلايا من عنق الرحم والهدف نحنا ندور الهدف من هيدا الفحص اللي عم نعمله بنا ندور على خلايا بري كانسر مش هدفي بس أنا أشوف إذا فيه كانسر حتى بري كانسر أنا بهمني شوف فيه خلايا تغيرات بهيد الخلايا وهيدا الأساس بعرف أنه هيدا المضام شو لازم عمل لها بعد بالنسبة لفحص الإزازة هو فحص أول شي إذا بدوين عمل بين عمل ابتداء من الـ 21 سنة ولعمر الـ 65 سنة كيف بين عمل أول شي من عمر الـ 21 سنة لعمر الـ 30 سنة السيدة طول ما هي عندها علاقات جنسية بدها تعملوا كل 3 سنين كل 3 سنين يعني بدها عمل علاقات جنسية كل 3 سنين لا تصير عمره 30 لما يكون عمره 30 للـ 65 سنة بتصير فيها بتعملوا كل 3 سنين وفيها تعملوا كل 5 سنين بس كيف تعملوا كل 3 سنين إذا عملتوا بس ببابسمير على الحل وإذا عملت مع HPV تاست بتصيروا كل 5 سنين كل 5 سنين عرفتي يعني يكون عم تعمل الفحصين مع بعضهم وقاية 2 يعني هو فحص الإزازة والـ HPV إنه مندور على الـ ديان تاعت الـ HPV نعم هون مثل ما عم نشوف كمان بالتابلوج ومعنا إنه حاتين عمر السيدة إذا كان عمرها مثلا أقل من 21 سنة مش ضروري تعمل بابسمير هلأ إذا كانت هي عندها علاقات جنسية وأقل من 21 سنة وعندها ريسك فاكتور عندها عوارض أو عندها إشكاليات ممكن تتسبب بالسيرفيكال كانسر أكيد ساعتها من قلة فيها تعملوا كل 3 سنين لنفترض مساء عمرها 17 وهي عندها علاقات جنسية متكاسرة أو عندها أكتر من بارتونار ساعتها من قلة لا لازم تعملوا لو كانت هي أقل من 21 سنة لأنه بأنها عندها حياة جنسية عادية طبيعية بين 21 و29 زي ما قالنا كل 3 سنين بين 30 و65 منعملوا كل 3 إلى 5 سنين إذا مع الـ HPVT فوق الـ 65 سنة ما منعملوا إلا إذا كان فيها عوامل يعني لنقول عندها مدام فجأة بعض المينو بوستر عندها بليدنك أكيد هوني نحن ساعتها بدنا نعملوا بس ليه ما بينعمل فوق سنة لأنه عندها الرسك على السيرفيكال كانسر بيصير أقل نحن أكتر الرسك ممكن المدام تتعرض فيه للسيرفيكال كانسر هو بين الـ 45 و 54 سنة هيدا الرنج طبعا هي معرضة للإصابة وبدي أقول شغل كتير مهم الـ HPVT دائما تتعرض المدام للإصابة بالـ HPVT بين 20 و 30 بس السيرطان ليستفح المظبوط هو بين الـ 45 و 54 عرفتها ده فيه مسافة يعني فيه مسافة كتير كبيرة أنه تعمل هي تاخد الوقاية طبعتها هي دائما عم تعمل تشيك أب دائما عم تشوف حكيم دائما عم تاخد تريتمنت كل الأشياء هيك نعم اليوم شو هن الشروط لإجراء فحص الإزازة بس السيدة بتجي لعند القابلة القانونية أو عند الدكتور هل لازم تكون خالصة من الميعاد أو قبل الميعاد كيف بتصير الشروط مزهور أولا شي نحن مفضل طبعا تكون خارج أيام الميعاد مفضل أولا شي ما تكون كمان عام لفاجنا لدوش يعني ما تكون مغسلين محر أكيد ما بكون مستعمل لأي تحميل ما يكون في أي علاقة جنسية قبلها يعني على القليلة بين يوم وثلاثة أيام تكون المدام المنطقة تحت تساش ناشفة لا في علاقة جنسية لا في قبل أي كرامات ما في شي ساعة وأكيد تكون خارج أيام الميعاد مفضل على عشر يوم مثلا بكون على القليلة متأكدين أنه هي نظيفة ما في شي تحت بهذه الحالة أوكي فينا نعمله أكيد هلأ هون الشروط مبدئيا اللي لازم تعملون وزي ما اتفقنا من عمر الواحدة وعشرين سنة وما فوق فيها تعملون وطبعا لازم تكون المدام هاي دي إنه عنده علاقات جنسية ليش؟ لأنه أو بالأحرى عنده أوفيرتور يعني للإيمان يعني ما عندنا إيمان يعني ما بدا تكون عزراء ما بدا تكون عزراء أكيد ما بدا تكون عزراء يعني بتخوطه بسباكيلوم بدنا نحط سباكيلوم أكيد ومناخد الخلايا عن طريق بانس يعني مش بانس كوتونتيش فينا نقول ومنحطهم أو لام يعني ومنحطهم على اللام ومنحطهم بألكون ومنبعطهم والهدف منهم دراستهم لهذه الخلايا عن طريق الميكروسكوب لا نتأكد إذا في خلايا سرطانية ولا لا أو بري كانسر ولا لا بعد ما نتأكد وغالبا بيطلع الباب سمير نورمال يعني لطمنتني للنساء اللي عم بيشوفونا علاق غالبا بيطلع نورمال بس الهدف أنه نحنا نعمل وقاية يعني نحنا كل الهدفنا أنه نعمل وقاية مبكرة لما ننطر لتصير وقت مطوعة على الشهوره وقت مطوعة وقت مطوعة على المشهد أكيد أكيد وبنرجع بعد ما تطلع النتيجة منشوفها أساسا إذا بوزيتف ولا نيجاتف إذا كان نيجاتف خلاص من إلا مدام بعد ثلاث سنين ترجع بتجيب تعليقها بسمير إذا طلعت بوزيتف هنا أكيد الحكيم حيرجع إلا فيه خد لخصة حسب شو بده يقرر الحكيم شو المناسب لأله نعم جمانا كمانا سؤال بينسأل إذا السيدة عنده حدا عنده عامل وراثة بالعيلة إما يمكن خلطها أو عمتها عنده سرطان عن الرحم هل البابسمير كمان لازم تعمله كل ثلاث سنين ولا بتقربه البابسمير مضبوط سؤال كتير مهم أنه إذا كان بأي نوع سرطان بغض النظر عم نحكي سيرفيكا الكانسر ولا غيره إذا كان حدا بالعيلة دائما أي شيء بنا نعمله بصير بنعمله أبكر لأنه نحن بيكون لهيدا المرأة صارت معردة أكتر من غيرها لهيدا الإصابة فهون لأ ممنون ترك كل ثلاث سنين من إلا كل سنة تعملي بابسمير ساعة زي ما من إلا كل سنة تعملي مثلا سورة وشو عالي للسدي يمكن إلا كل ستة شهر كمان فهون حسب قداش درجة الأوروبة قداش البروبيم موجود فساعة لأ أكيد منقرب الطرع وقاية أكتر طبعا السيدة بس تعمل البابسمير أو فحص الإزازل من سميء أكيد نغري بدقلكم أي متى بيطلع الرزولتا وآي متى نتيجة لأنه بتخاف قد يبدل عشر تيام تقريبا حسب اللابوراتوار كمان يعني فيه لابوراتوار يمكن يطلعها خلال ست تيام بالنهاية هايدي مكانات بتدور وبكون حسب الكمية الشنطيون اللابوراتوار غالبا هي عشر تيام فيه ممكن أقل شوي ممكن أكتر شوي حسب اللابوراتوار يعني كل سيدة إذا تأخر الرزولتات عن العشر تيام بتخاف ولا ممكن يكون حسب اللابوراتوار حسب فيه سيدات مثلا بيجوا هني بيعملوا تشيك أب مثلا أنا عندي بيجوا هني بيعملوا تشيك أب هيكي أنوال عرفته هني بيعملوا تشيك أب بيقول شغلة كتير مهمة أنه أحيانا كتير ممكن الحكيم مثلا أو الساشفام بتعمل تشيك أب لأنقر رحم إكزامات على سبيكلوم مثل ما خاطين هيدا المنظر من تحت بنعمل تشيك أب بنشوف أنقر رحم بالعين المجرد إذا لأينا أنه إذا لأيته كتير نورمال ومصلا والله عملي بابسمير من فترة وكل شي نورمال ما في داعة يرجعين عملها فبينعمل إكزامات وسباكلوم وعا أساسه كمان الحكيم بيقرر ممكن تكون هي مجاية تعمله وهو إلى الحكيم لأ لازم تعمليه يعني يشوف شي أنه يستدعي يستدعي أنه يعمل فحص يعني مثل ما شفنا بهذه الصورة كمان جمعنا مثل ما حضرتك ذكرتي أنه هون بتاخده من الخلية اللي هي من عن الرحم نزبوط هايدي القطن تيجي الحاملة الدكتور بإيده وعم ياخد هو فيه بيكون سيكريشن طبعا هايدي السيكريشن اللي هي موجودة على عنق الرحم مناخد من الأندوكول ومناخد من حوالي يعني من قلب عن الرحم ومنحوالي ومنحطهن على لام هيدو ومنحطها بالكول ومنبعثها على اللابراتوار واني كيف تندرس وطبعا تندرسوا ميكروسكوب لأنه هايدي خلايا نحنا وعم ندرس خلايا بري كانسر هزا فيه عنا أي تغيرات بهذه الخلايا اللي هي موجودة بعمق الرحم نعم كمان سؤال بينسأل جمانا قبل ما ننتقل للوقاية اليوم إذا السيدة عم تستعمل تحميل ولا لازم تنطر لحتى يخلصوا التحميل مزبوط مفضل لا تكون خالصة منهم يعني كل شي عم بفوت على المهبل مفضل تكون هي المنطقة هايدي ساش زي ما قالنا ما يكون فيه دوجواجينال ما يكون فيه سبيرميسير أي كرامات وحتى التحميل والغالب عن نحنا بنعمل بابسمير وبعدين بنعطيها التحميل نعم عرفته يعني نحنا بنعمل بابسمير وبنرجع بنعملنا منقلا حسب شو طلع عنا ولا شو يمكن يطلع عنا مثلا ما يطلع عنا سليل كونسوري أبدا عن بري كونسر ملا شي يطلع عنا مسانتريكمونس أو أي نوع من الجرم أو بكتيريا أو أي شي هذا الأساس يعني جمانا أكيد الحلقة معك كتير حلوة هلأ رح نريحك شو صغيرة قبل ما نوصل على طرق الوقاية اللي هنكتار رح ناخد أكيد بريك معك ومشاهدين رح ناخد بريك صغير ونطرونا راجعين أرجعنا معكم مشاهدين مع الحلقة المميزة من هلستوك مع القابلة القانونية جمانا طاهر وهالموضوع اللي كتير مهم اللي هو سرطان عن الرحم أكيد جمانا من بعد بريك طبعا هلأ بنا نفوت بطرق الوقاية لسرطان عن الرحم حضرتك ذكرت كم أسلوب للوقاية ولكن اليوم إذا بدنا نوسعهم أكتر شو هنطرق الوقاية للسيدة ما تنصب بسرطان عن الرحم مثل ما عنا فحص الأزازي النقطة الثانية والأهم هلأ هي اللقاح اللقاحات الموجودة كرمال الوقاية من عمر صغير للمدى الطويل في عنا اللقاح هو أنتي يعني HPV عنا ثلاثة أنواع من اللقاحات في عنا وفي لقاح منهم بيغطي قبل ما نفوت باللقاح نحن قلنا الHPV هي عبارة عن فيروس في عنا مئات من الأنواع مننا قلنا في أربعين نوع هنه ممكن يعملوا أمراض متناقلة جنسية وبالتالي في عدة أنواع منهم بسببوا سرطان عن قررح هلا في عنا لقاح اسمه سيرفاريكس هيدا بيغطي بس بس يعني الفيروس رقم 16 ورقم 18 سيرفاريكس هيدا شو بينعمل بيعطي بينعطه فيه ينعطه للنساء ابتداء من عمر 12 سنة لعمر 26 سنة إذن بينعطه من عمر 12 سنة من لما لل 26 من 26 سنة وهيضا ما بينعطه للسبيان نعم الفرق بينه بين لقاحتين اسمه جاردازيل الجاردازيل يبينعطه للنساء وللرجال وبينعطه للأطفال البنات والسبيان ابتداء من عمر 9 سنين لل 26 سنة نعم لاش لأنه بيغطي شو فرق بينه فرق بينه أنه الجاردازيل بيغطي مش بس بيغطي الكانسر بيغطي الكانسر وبيغطي حتى التقاليل الممكن التقاليل الممكن تكون موجودة على المهبل ممكن تكون موجودة على الفالفا ممكن تكون بحلات تانية فهون بيحميه من سرطان العنق الرحم وبالتالي كمان بيحمي الميل من سرطان البنيس نعم فعشان هيك نحن بنعطيه الجاردازيل للبنات وللسبيان للنساء وللرجال ومن عمر 9 سنين لعمر 26 سنة هلأ هو أبروفل يعني بالقوميتي تابعة الميديكيشن أبروفل أنه نعطى من عمر 9 سنين بس بينعطى ريكمانداد عمر 11 سنة يعني لما البنة تكون أو الصبي يبدأ يعملوا ساق بفور مفروض يعملوا ينعطى مستورباسيون يمكن أو يكتشف قبل ما يكون في حياة جنسية للولاد عشان هيك بيعطوه من عمر 9 سنين قبل ما يصير فيه علاقات جنسية جمانة قبل ما تكفي كمان سؤال يمكن بينسأل من المشاهدين هل كل حكم الأطفال كمانا بيعتمدوا هيدا الفاكسين وبيعتوه تلقائيا للولاد ولا لا هو نحن عنا بلبنان حنحكي عن لبنان مش متداولة كتير هيدا الفكرة عشان هيك أهمية التوعية خاصة بالمدارس مش غلط أبدا أبدا أنه الثقافة الجنسية ولا غلط أبدا الوقاية من المشاكل ممكن تكون ناجي من الألاقات الجنسية غير محمية ممكن تكون ناجي من مثلا من عدم النظاف الشخصية ممكن من تعدد شركات جنسية فأهمية الوقاية حتى التوعية بالمدارس على هيدا الأشياء مثل ما بنعمل توعية على أشياء كتير من ضمنها تكون توعية على علاقات الجنسية تكون توعية عن النظاف الشخصية تكون توعية عن الوقاية للمشاكل الجنسية ممكن تصير عند الرجل ولا عند الولاد الصغير ولا عند البنات يعني عشان هيك مش كتير متداولة يمكن ببلاد بره أكتر بيعتمدوا هالفاكسين حتى يحمل الولاد كمان لتكون حياتهم أسهل بعدين مضموط هلأ نحن بأوروبا بدول أوروبا بتلاقي عنده نسبة السرطان عنق الرحم أقل من الدول الأقل تطورا أو متوسط الدخل مثلا خاصة مثلا بأفريقيا لدينا نسبة كتير كبيرة من سرطان عنق الرحم أكتر من أمريكا لأنه لدينا أول شيء علاقات غير محمية كتير نقطة تانية ما لدينا ثقافية معنا ثقافة جنسية معنا توعية معنا الاهتمام بالفاكسين للولاد للبنات ممكن كمان بلبنان جمعنا ما فيك يمكن تلومي لبنان لأنه نحن كبلد في شوي هيك تبو على على الموضوع الجنسي وخاصة عن التوعية الجنسية عند الولاد وحتى يمكن فيه أولاد بيسألوا أهليهم سؤال عن هذا الموضوع بيرفضوا الأهل يجاوبون أو بيسكروا على الموضوع كمان هيدا التوعية مهمة للولاد لحتى كمان تقدروا تكونوا بتوعيون على الطريق الصحيح لحتى ما يفوتوا بمخاطر لصباح اللهم ممكن تأدي لأمراض خطيرة وخاصة أمراض المتنائلة جنسية صحيح كنا نحكي نحنا كمان عنوان لقاحات قلنا فيه ثلاث أنواع قلنا فيه سيرفاليكس اللي هو بس بيغطي البنات سبايا عامل 12 سنة أو 11 سنة للستة وعشرين وقلنا بيغطي اتنين نوعين من الفيروس هي 16 و 18 قلنا فيه عندنا الجاردازيل بيغطي أربع عنوان اللي هي 6 و 11 و 16 و 18 وهي ده بين عطل البنات وللسو بيان ابتدام تسعة سنين للستة وعشرين فيه عندنا نوع ثالث هو كمان اسمه جاردازيل بس 9 جاردازيل 9 بيغطي تسعة فيروسات وهي ده هيدا الحلو فيه أنه مش بس بيغطي سرطان عنقر رحم بيغطي سرطان البنيس بيغطي سرطان مثلا ريكتوم بيغطي الفجينا كل هيدولي فهو بيقدر يحميها بيحمي من أكتر من شغلة فعشان هيكي أنه بيكون الخيار أمرار أنه مفتوح لمدى أوسع أنه تعطي مثلا جاردازيل اللي هو بيغطي أكتر من المشكلة ممكن تسافيا كان المرأة ولا الرجل هل عادة هن الأهل يلي بيقرروا إذا رحيعتوا هيدا الفكسة للولاد لأنه هيدا مش يعني هيدا بيرسونال مو أنه بديم دفع بيرسونال على الشخص على سعيد الشخص مية بالمية هل هو غالي أكيد أكيد أنا ما بعرف الأسعار وخاصة هلله يعني بس أنه هو أكيد هلما هو ما عنده سايد أفاكت الحروفية هل عنده عوارب سايد أفاكت تبعته أشياء بسيطة جدا لا تسكر يعني عنده سايد أفاكت لما بدأت تاخده الولد أو بدأت تاخده المرأة ممكن تحجري ممكن محلة مكان لبيكور ممكن يصير فيه عنده أمرار شوية هدك وجع راس ممكن يصير عنده وجع بالعدم زي أي زي أي فاكسين لما بتاخده فيه عندك سايد أفاكت التبعته اللي هي نورمال أول يومين ثلاثة إيام ومتنج شوية هيدا واستفراغ وبعدها نسيته يعني انتهى الموضوع ما كأنه موجود طيب وكيف تاخده تاخده مرة بالنسبة للطريقة للعطاء كمان سيرفاريكس طريقة تعطاءه غير القردازين سيرفاريكس بينعطاء على يوم يوم بعد شهر دوز التاني وبعد ستة شهر دوز التالت فإذن بيحطة ريقة بينعطاء السيرفاريكس بينعطاء اليوم بعد شهرين والتالت بعد أربعة تشهر من التاني يعني كلهم بيكونوا خلال ستة شهر أخذتهم يعني كل واحد عنده سيكل معين بتمشوا فيه بالضبط طيب اليوم حكيت على الأضرار الجانبية يمكن اللي ممكن يعني يتأتوا من من هيدا الفاكسين اللي هو فاكسين مثل هل في أشخاص معينين ممنوع ياخدوا هيدا الفاكسين مثل المرأة الحامل ما فيها تاخده نعم مرأة الحامل لا البنت الولاد الصغار اللي أقل من تسع سنين ما فيهم ياخده بالإضافة إذا في عندها ألرجية إذا مثلا فيه سيدة عارفة أنه عندها ألرجية على شي على الHPV لأنه هو هو أنت HPV نعم عندها ألرجية معينة فأكيد هيدا المدام كمان ما فيها تاخده أكيد ممكن من أول دواز يبين إذا فيه رياكسون ألرجيك وهنا أكيد بتتابع عند الدكتور بهذا الحال فالمرأة الحامل أكيد ما فيها تاخد الفاكسين والأشخاص اللي عندهم ألرجية على هيدا مضبوط والولاد الأقل من تسع سنين والنساء اللي فوقه الستة وعشرين سنة يعني الرجل اللي قال المرأة فوقه الستة وعشرين سنة كمان ما فيه ضرورة إلا إذا كان فيه كيز كيز باي كيز يعني إذا كانت مضام مثلا لنقول عنده أش بي في وعنده سليل بري كونسير صاروا هلا حاليا يعطوية بقولوا هو قائطا عرفت هونين كاب باركا يعني حسب الحالة بيدرسوا لكا واحد الأساس بتطغطها ولا لا نعم يعني الطعم هو للعمر الستة وعشرين عادة من بعد الستة وعشرين ما فيها تاخد طعم إلا إذا كان حسب الكيز كل شخص أكيد بيختلف عن التاني مظبوط نعم قدي بيحمي تقريبا هالفاكسان بيحمي بي كتير هو يعني فيك تقولي أنت إذا بتدر بتدر تشوف الدراسات بتلاقي أنه ممكن 95% يحمي نعم لأنك أنت عم تعملي من البداية عم تعملي بري يعني أنت قبل ما يسي فيه علاقات جنسية فأنت ما تسمح لهذه الـ HPV تفوت نحنا كيف الجهاز المناعة عنا بيشتغل إذا كان فات على جسمي أنا HPV أنا جهاز المناعة تابعي بيحضر أجسام مضادة anti-body anti-HPV بيخليهم إذا كان أنا عندي بروبلام بالإمينوتي سيستم طبعي فهي دول الأجسام مضادة لو هن تحضرهم أنا عندي دجاة عندي مشكلة بالجهاز المناعة فما حيقدر يكمله هس إذا كان أنا جسمي كتير سليم فهوني أنا بيقدر يكمل بيقدر بيحميني على المدى الطويل نفس الشي هيدا الفاكسان الفاكسان أنت عم تفاوطي بجسم المرأة anti-HPV عم تفاوطي أجسام مضادة anti-body anti-HPV فهو موجود جهاز المناعة زي جهاز المناعة سليم فهو حيحميه على المدى الطويل نعم عرفته فهو بيحمي كتير عشان هيك مننصح فيه نحنا بالعكس نحنا مننصح فيه أنا بتصير بتنزلي الرسك أكتر أو المخاطر المخاطر يصير فيه عندك cervical cancer نعم نحنا مع الفكرة جمعنا هل سرطان عن الرحم ممكن يقدّي للعكم عند السيدة إذا إجا خاصة بعمر يمكن 26 أو 28 هل ممكن السيدة يصير عند عكم من وراء سرطان عن الرحم شوفي إذا إجا سرطان عن الرحم بالمراحل يعني المبكرة بعدها بأول مراحله فهون حسب التريتمان اللي هي حتى يأخذ أكيد بما أنه بالمراحل المبكرة تريتمان طبعا ما هيكون كتير سيفير أو أجرسف فبهيد الحالة لأ ساعتها إذا كانت المرأة بدأ أولاد لنقول ساعتها بينعمل conservation للليوترس بينعمل كونيزيشن يعني بينقام بارتي صغيرة من العنق الرحم المرأة المكان المتضرر وبالتالي بتكون هيدا الرحم بقى حفظوه لي لا تحبل بس على شريط هي بدأ تاخد أكيد تريتمان لنقيم هيدا البروبليم الموجود بتاخد تريتمان بعد تريتمان لمدة سنة يعملو لها ستوباج لمدة سنة بعد سنة بيرجعوا بيسمحوا لها تحبل عرفت بس إذا إجا كان السرطان بمراحل متقدمة أكيد هيدا هيأثر على الخصوبة وحتى على الرحم يمكن يطر الحاكمي إيمن الرحم تماما عشان هيك أهمية إذا مدام بدأ أولاد أو نقول وعندها مشاكل مثلا في الأفضل تعمل دايما الوقاية كرمال أنه يتحافظ على هذا الرحم للمداد طويل مش تكتشف حالة بآخر مراحل فكل ما اكتشفنا بكير بنحط كل ما بيكون أحلى لبعدين بكل المحلات اليوم جمعنا هيك إذا بديك تواجه رسالة للمشاهدين رسالة لكل المشاهدات اللي عندهم سرطان عن الرحم إن كان بالمراحل الأولى أو بالمراحل المتقدمة شو بتقيليلون أول شي بقول أنه إذا هني عندهم نياب بقول لهم أنه دايما إذا كان بالمراحل الأولى الحلو بالموضوع أنه مدة الحياة هي حتكون أطول أطول الإشكاليات حتكون أقل يعني كتير حكون اتفدينا كتير مشاكل فهون بتمنى لهم حياة تكون هالتي يعتمدوا عن نظام جزائي كتير صحيح يمارسوا الرياضة يعملوا دايما تشيك أب بشكل مستمر إن كان بفحص الإزازي إن كان بشي اسمه باللا تشيك أب من عند الحكيم دايما لكل الأشياء مش بس للعنق الرحم لأ حتى للرحم حتى للمبيض لأنه نحنا منعرف السرطان ممكن ينتقل لمحلات تانية فكتير مهم نحنا دايما نعمل تشيك أب نعمل متابعة عند الدكتور عند الميدوايف بهيد الحالي هاي إذا كان بمراحل مبكرة ونحنا قادرين نتفادعها شغلات كتير تعيش حياة طبيعية وتهتم بحالة يعني قد ما فيها تعمل وقاية بس مش أكتر إذا كان بمراحل متقدمة ما بتمنىها لحدا بتمنى أنه يكون الأشياء سهلة عليهم وقول أنه بالنهاية ما في شيء ما إله حال دايما هايك أمر هايك أمراض في كيب عمل بيكون عم يشتغل صحيح فهي كل ما تابعت مع الكل فبكون هيدا الشيء كتير بيسهل الحياة أكتر نعم هلأ زيما نتوجه رسالة للمشاهدين أكتر المراهكين الشباب والصبايا يلي حضرتك كمان تعملي ندوات كتير لتوعيتهم ندوات للعلاقة الجنسية ندوات عن النظافة الشخصية ندوات عن الراجل وكل الأمور شو بتحب تقولي للمشاهدين اللي عم بشوفوك خاصة اللي عندن أولاد بعمر المراهكة قدام همي هالمرحلة أنه الأهل ينتبهوا للولادهم وخاصة يكون فيه توعية جنسية بهيدا الموضوع لحتى ما نوصل لمطاريح نندم علي ونقول ياريت كنا حد ابني أو ياريت كنت حد بنتي شو بتقيليلون بنصح الأهل خاصة الأم مش غلات أنه تحكي دكتور الأطفال طبعا أنه بخصوص هذا الفاكسين اللي هو بتاع السيرفيكال كانسر أو الأشبي بنصحها تسأل وتستفسر عنه تقرأ عنه وإذا متواجد بالمحيط اللي هي موجودة فيه بنصحها فيه إن كان للولاد ولا للبنت يعني لبنتها أو لابنة من عمر 9 سنين زي ما اتفقنا بنصحها كمان توعي الولاد دايما العلاقات الجنسية إذا بدأت تكون دايما تكون محمية فيه الكوندوم فيه يستعملوا فيه النظافة الشخصية يفهموهم جسمهم للولاد لأنه الولاد من عمر صغير إذا فهم جسمه مضبوط حيعرف كيف يتفادى المشاكل وبنصح كمان كل النساء كل النساء اللي عم يجيبوا أولاد سبيان يتهروا الأولاد يعملوا سيركم سجن لأنه الثور أثبتت الدراسات أنه هو واحد من أهم العوامل اللي بيخفى في كتير نسبة الإصابة بسرطان أنقر رحم عند المرأة لأنه نحن منعرف بالطور فيه عندنا البنيس بيتراكم حواليه أمرار السيكريشن الأوساخ فبادي الطريقة نحن منكون حمينا الرجل وكمان هو حمى البرتونار طبعته فمننصح بهيد الشي وبقول أنه دايما دايما كل ما كان فيه وعي أكتر كل ما تفادينا كتير مشاكل لقدام كل ما تفادينا كتير أمراض فهيدا يعني الدور على الجميع كان الأن بالبيت كان المعلمة بالمدرسة كان نحن بالمجتمع كان أنتوا بالتلفزيون كلنا سيك الواحد منكمل دور بعدنا نعم واجبنا أكيد نوعي كل المشاهدين على هذا الموضوع وعلى كل الموضيع كمان اللي بتهتم بالصحة لأنه دايما نحن منقول أنه نحن مؤتمنين على صحة الفرد وبالتالي على صحة المجتمع قدام همها الكلمة فعلا كلمة الصحة اللي هي تاج على كل رأس فعلا وقته يخسر هالشخص هالتاج بيخسر كل حياته لأنه يمكن كثير من الناس ما بيعرفوا قيمة الصحة إلا ما فعلا يخسروها أو يصيروا بمراحل متأدمة بحياتهم وبما أنه الطب أكيد تطور أكيد الاكتشاف المبكر عند كل الأمراض كتير مهم وقبل ما نوصل للاكتشاف المبكر أكيد الوقاية اللي هي أهم شيء أنه كل شخص يكون عم يتبعه بعيلته بأسرته الصغيرة أو بأسرته الكبيرة جمانا بعرف حضرتك أنه تعملي كتير ندوات هكي هل في شيء جديد طوعية عن شيء موضوع معين رح تعملوه بالنقابة أو بالمدارس يعني أنا نسيت قول شغلي كتير مهمة أنه نحنا بشهر واحد عادة كنا نعمل cervical cancer awareness بس صعبة هذه الفترة كان فيه أكتر من شغلة فتأخرنا شوي عليها بس كنت ركيزنا دايما بشهر واحد واحد واثنين هو عن cervical cancer زي ما نحنا هلأ عم نحكي بالمدارس صراحة ما كتير عم نعمل أشياء حاليا أكتر شيء عم ننزل بالcommunity على الأرض عم نركز كتير على النساء اللي كانوا حوامل ولا مرضيات كتير عم نركز على breast feeding هلأ وخاصة بالظروف الاقتصادية الصعبة وأهمية الحليب فبكون تركيزنا كتير على هذه الأشياء لأنه الوضع الاقتصادي كتير صعب النساء ما عم بيقدر يخلصوا حالا فعم تكون التوعية داخل المنازل للنساء الحوامل والمرضيات فهي دي أكتر عم نركز على هذا الفترة بشهر الكانسير عن الرحم كان آيبة عملتوا شيء تحركات على الأرض بشهر واحد ولا كانت كل الأوضاع يمكن لا هي هذه السنة ما ساعدتنا كتير للأشياء يعني أجت أكتر من شغلة مع بعضها بس نحن دايما يعني كعقابلات قانونية دايما كل وحدة بين منطقتها دايما بتعمل الأشياء يعني تقوم بدورها عرفت باسم النقابة وحتى باسمها هي كعقابلة قانونية إنه بكون فوكال مدوايف منسميهم شبكة يعني الفضل لنا قاعد بعملي فوكال مدوايف بكل المناطق لبنان بكل محافظات لبنان فوكال مدوايف دايما هنه عم يشتغلوا دورهم إن كان بالكوميونيتي إن كان بالمراكز الصحية فعم يعملوا هاي الندوات يعني بغض النظر نحن يمكن ما منحطت كتير على صفحة المتل بس إنه عم تنعمل دايما عطول أنتو كخليت نحل دايما متشتغلوا ونحن كمان أكيد قبل ما أشكر النقابة بدأ أشكر كل مراكز الرعاية الصحية اللي عم يهتموا بالناس وخاصة بالظروف الصعبية بلاش للسيدات لحتى تشجعهم كمان ليعملوا هيدا الفحص كرميل يشوفوا لسماحة لأزعندون سرطان عن الرحم أكيد كل الأياد البيضة نحن منشكرها نشكر دايما منظمة الصحة العالمية كمان اللي عم تكون دايما موجودة على الأرض وأكيد باسمي باسم الأو تي فيما نشكر نقابة القابلات القانونيات في لبنان على رأس الدكتورة ريمة شعيتو اللي كمان من وجه لتحية على كل الجهود اللي عم بتقوم فيها لتعزيز دور القابلة القانونية مش بس بالمستشفى ولكن كمان بالمجتمع وبالرعاية الصحية وبكل المطارح اللي عم بتكون فيها ونحن كمان من وجه لك تحية لإليك جمانة طاهر القابلة القانونية كمان حضرتك عنديك عيادة خاصة لإليك وهيدا الشيء كمان بيكبر القلب أنه حضرتك كمان بتعملي ولادات بعياتك أنا باسمي باسم الوتي في وأنا نشكريك على حضوري وأنا نشكريك على كل المعلومات القيمة عن هيدا الموضوع ونتمنى أكيد السلامة للجميع ونتمنى أنه سرطان عن الرحم مثل ما حكيت بالبداية كل هالستاتيستيك تتغير من هالسنة لسنة الجي وتكون أقل بكتير لحتى كل النساء يكونوا محميات من هيدا المرض الخبيث بدأ أشكريك وشكرا لحضوريك شكرا لألكون كلكن زو وأنا بدأت دوري بدأت دوري بدأت شكر للأوتي في للاستضافة عن جهد تانكيو كتير وبدأت شكر النقابي كمان لأنه داينا بتفسحنا المجال لأكتر من شغلة نعملها كان على صعيد المستشفيات ولا المراكب الصحية ولا بالكومينيتي وتانكيو كتير لكل شي وللوقت الحلو معكم اليوم مرسي مهلا وسهلا فيك مرسي يعني مشاهدينا للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من هلستوك هالحلقة الكتير مهمة اللي بتحكي عن سرطان عن الرحم قدي مهم مشاهدينا أنه السيدة تكون عم تهتم بحالة قدي مهم أنه ما لازم تنسى حالة لأنه الصحة هي دايما خط أحمر ونحن مؤتمنين على صحتك مؤتمنين على صحة كل فرد بالمجتمع لحتى تكونوا عم بتعيشوا أسما لحظات حياتكم مشان هيك مشاهدينا إن شاء الله هالحلقة تكون عجبتكم وفدتكم أكيد أنا جمعة الجي وحضرتكم موضوع كتير حلو بيهمكم مع ضيف كمان مميز تروني من هلأ لوقتها بشتقلكم اللا معكم